بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله لأننا تكلم عن موجبات الوضوء يعني متى يجب الوضوء أو نواقض الوضوء نعم الخارج من السبيلين من القبل أو الدبر سواء من ذكر أو من انثى أي شيء يخرج من القبل أو من الدبر هو ناقض للوضوء دك ابند ki epita tagaba kotabaya ابند ki epita tagaba kotabaya كو مامي نيش ganamijine koga machi inde epita tagabansa koe epita tadubura توانا نينا ورولا سواء كان باون أو غائط أو ريح أو حصا أو حيض أو نفاس أو دم سواء ابند epita agabansa koe agabanta pisari koe tusani koe kashi koe duasuni koe kuma ahailani koo mami inda yee pitada gagaba توشike لن ينا ورولا نعم كذالك أكل لحم الجزور حكا chinnama الرقمي نعم لو رتدنا صلى الله عليه وسلم لرد تبح تحبت كل الأعمال حكا كما إدمتم يهي رد اللا كاري للا يهي رد ينا روش كو وني كما حكا الولا ستا ورولا نعم أما مثل الذaka الصحيح والله أعلم أنه إذا مس الذaka يستحب له الوضو أما متن يشاف الذaka الوران واتو الذaka الوضو للي أبين في انغان شي نما غنغان ما لم يبيو شي نعم يسا كذلك مثل المرأة ليس بناقظ للوضو حكا كما متن يشاف ما ترس شي ما بأي ورور الوضو نعم يعني خارج من السبيل المطلق دو أبين دي بطا ده غبا كوبا كوبا من ينشي ينا ورور الوضو وقلنا أن الردة محبط لكل الأعمال وإذا مست ذكر يستحب له الوضو نعم والله تعالى شكرا والله تعالى ترجمة نانسي قنقر